نروح لحضرتك في أقل من دقيقة ليه شايف أن الفترة اللي فاتت على الرغم من كل الانتهاكات وقام حقوق الإنسان والحريات في تركيا إلى أنه ربما الأصوات الخاصة بأوروبا وأيضا أوراق الضغط بأوروبا وأيضا أمريكا كانت ضعيفة جدا حيال هذا الأمر ليه؟ برغم أن الظهر للعيان أن في حالة توطر بين تركيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة ومع الاتحاد الأوروبي من جهة تانية لكن في الحقيقة أن فيه سياسات مصلحية كثيرة بتحكم نسق العلاقة ما بين تركيا وما بين الدول الغربية الاتحاد الأوروبي وجه وبخ تركيا على موضوع القانون التوارئ ووبخ تركيا على موضوع الاعتقالات التي حصلت من منذ الانقلاب الفاشل لكن في النهاية لا يستطيع أن يتخلى عن علاقته مع تركيا لعدة أسباب منها موضوع اللاجئين منها موضوع إيران منها موضوع وجود تركيا في منطقة استراتيجية مهمة نقطة ارتكاز استراتيجية مهمة في المنطقة تماما كما هو الحال مع الولايات المتحدة الأمريكية في قضايا شائكة أبرزها موضوع ملف فتح الله جولن الدعم الأمريكي للأكراد موضوع العقوبات المفروضة على بعض البنوك التركية بتهمة التحايل على خرق العقوبات على إيران لكن في نهاية المطاف الرئيس دونالد ترامب كان من أوائل الرؤساء في العالم اللي أكد دعمه لبقاء الرئيس أردغان في المشهد قضية الخلافة على الطائرات F-35 تم تسليم تركيا قبل يومين ثلاث طائرات تم تعيين سفير أمريكي في تركيا بعد خلو السفارة من منصب السفير لمدة عام ونصف العام إذن المصلحة هي الحاكم وهي العامل الرئيسي في إدارة العلاقات الدولية والإقليمية